هم دي المهرجانات حتى جهوية يعني يكونوا مهرجانات جهوية قوية ونعطوهم الإمكانيات هات شخص يتصالح بشوية بشوية أنا فجيت مثلاً على رأسها للقطع رأينا تقريباً أعتقد 60 أو 70 مهرجانات سينمائية المهرجانات السينمائية عندناك كتير من القاعات سينمائية وبطبع وللأسف الدعم الموجه هات مهرجانات رأي ما كيتزادش مشي هي كيتزادوا المهرجانات يعني الدعم رأي كيتزاد رأي كتبقى الكلفة إياهية بالنسبة نفس الغلاف والمهرجانات وكي ولوكي تقلقوا الناس لا ننقستيليا لا أخصنا كلنا نفكروا بأن شنو بغينا شنو بغينا من مثلاً المهرجانات السينمائية شنو بغينا منهم أعتقد مثلاً جهة درعة تفيلات بيكتكلمين على جهة درعة تفيلات أنا البارح كنت كنقش على الموضوع ما دي يقولوا ترناد درعة تفيلات غير حيث أنا من هذه الجهة لا 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 جهة الإقليم ذا قول فيها مهرجانات السينما الراشدية كذلك والذات الدابة كي قلت لا يعقل أننا أحنا كنستقبلوا سينما دل العالم وما عندناش مهرجان دي أنا طيب يا ولكننا رات دمك يتزاج واش مشي من الأحسن يكون مهرجان جهوي قوي اللي غي يعرف بالجهة وممكن قاع نمشو بهذا المفهوم أن هذا المهرجان الجهوي كل مرة يدير في إقليم الأقليم ديالجه بدل مهرجانات ميكروسكوب يصريعون بدل مهرجانات اللي كيتقاموا علينا يعني بدعم بسيط وما كيكونوا عندهم ذاك التأثير اللي بغيناه يكونوا عندهم لا على الصعيد الإقليمي أو الجهوي ولا وبالطبع لا على الصعيد الوطني كيكون بعض المرات يعني غير الشيهاد اللي عاملين في ذاك المجال باش كتعرف بذاك المهرجان لو لا ذاك في حقيقة النضال من ذاك الأخوات والإخوان اللي كيساروا على المهرجان رات يمكن هذا المهرجان ما يبقاش أنا مش بدك الدعم لكي تعدام الدولة اللي غين شعور خصنا نفكره اليوم بطريقة جديدة عن ذاك التعامل ما هو وطني فهو وطني ما هو جهوي فهو جهوي ما هو دولي فهو دولي داكور ويكونوا لكي تغنينا واضحين ونعرفوا شنا هو الهدف ولكي لأن أصلا عندنا عندنا صنفات عندنا صنفات أليف و باء و جيل ايه عندنا صنفات ولكن شنو قلت القبيلة تزايد ديل هذا الشيء الصغير كيزحم الميزانية العامة هادك اللي عند كتنقوا حد المهرجان تاريخي عنده عشرين عام ثلاثين عام ربعين عام كتنقوا يضطر تحيد ليش وينجال دام باش تعتيل هادك اللي عنده اللي عند بدل اليوم لأن ما حقوها هادك تواهم حقو يدر مهرجان غير حنا نقص نتفقه حنا كنا يعني كعاملين في هذا المجال الجيل السينيما و هناك النقاش مع الإخوة قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب اشتركوا في القناة